بسم الله الرحمن الرحيم حلقتنا النهاردة نتكلم على نبات منتشر في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وغير منتشر في البحر المتوسط في الشواطئ العربية أو الله أعلم ممكن لو في حد من دول المغرب العربي من أول ليبيا والغاية المغرب ومورتانيا عندهم الموضوع ده يرسلوني ويعرفوني يبقى كزال الله كل خير النبات ده هو المنجروف أو الشورى أو القرم حلقة النهاردة مش للربات البيوت ولا للناس العادية أنا حلقة النهاردة حلقة علمية لمعرفة المجتمع العربي بنبات ممكن أعمله انتشار في السواحل بتاعتنا ده رسالتي ليه الحكام ورسالتي ليه المحافظين تمام السادة المحافظين انهم يقدروا يعملوا مشروع للمحافظات اللي موجودة على السواحل بالموضوع ده شجرة المنجروف من النباتات الجميلة اللي بتزرع في عمق البحر صحح المعلومة على شواطئ البحار عشان برضو نبقى مأكدين طيب والنبات فيه منه 80 نوع منتشر على مستوى العالم بينتموا إلى 20 عائلة نباتية موجودين في الوطن العربي في منطقة الخليج وأفريقيا تمام ومصر 17 نوع في مصر موجود من أول راس محمد لغاية شلاتين وموجود في السودان وموجود في الصومال والبحر الأحمر كله والخليج العربي من أول العراق لغاية سلطنة عمان المنجروف الخشب بتاعه أهم حاجة أنا دلوقتي بكلمكم وأنا في البحر في وقت الجزر لو تعرفوا معلومة من أيام وإحنا صغيرين كده في 5 ابتدائي و4 ابتدائي موضوع المد والجزر وتعاملوا مع الأمر والموضوع ده اللي مش يعرفش حاجة يقرأ يتعلم يتصقف أتمنى ده ويجاوبنا بقى على موضوع المد والجزر اللي عايز يستفيد نركع لموضوعنا أنا دلوقتي بكلمكم وأنا جوه البحر في وقت الجزر يعني مفيش مية الأرض سابتة تحتية ليه سابتة؟ مش مغسطش ليه جوه التربة إن المنجروف بيسبت المنطقة السحلية بيسبت عدم تآكل السواحل يعني لو أنتو تعرفوا في مصر كده يقولك فاكرين أنتو الفيلم بتاع ليلة مورات لما كانت بيتغني في منطقة بتاعت المرسى مطروح الصخرة دي كانت لما كانت عمرة الأغنية في الأربعينات كانت جوه البر الصخرة دي دلوقتي جوه البحر معنى كده إيه؟ إن حصل تآكل للسحل وبدأ البحر يدخل جوه يأكل في الأرض المنجروف بيسبت الأرض ما يحصلش الموضوع ده زي اللما إحنا بنتكلم على موضوع الأشجار وعتم التصحر برضو المنجروف بيمنع عدم تآكل السواحل يبقى أنا كده أعرفتكم معلومة إزاي أوقف الزحف الصحراوي وإزاي أوقف زحف البحار طيب النباتة طبعا ما تم زروعها في البحر بيتحمل الملوح طيب النقطة التانية النبات ده هل بس كده منظرة؟ لا تنبات لفواية كبيرة أول حكا أنه هو مكان للبيئة البحرية اللي عايزة تحط البيت السمك زي بيت السمك ممكن يكون مرعة للربيان ده هو الجنبري تمام؟ الناس في الخليج العربي اللي عندهم القبل والأبقار وقت الجزر بينزلوا يرعوا ليه؟ الورق النبات زي منتوا شايفين بالمنظر ده الورقة مستساغة يعني ممكن الحيوان يأكلها وفي نفس الوقت تحمينا الحيوان في البحر يبا كده كسبنا موضوعين موضوع أنه هو استحمى ونضف وموضوع أنه هو كل يبا أنا كده كسبت الموضوع طيب الخشب بتاعه الخشب بتاعه ضد التعفونات وضد النمل الأبيض عمرك ما تلاقي نمل أبيض في شجر الشورى أو القرم أو المانجروف مستحيل مكاوم ليه حاجة رباني طيب في حاجة تانية السطح السفلي للورقة شوف أنا عايز يعني أتمنى اللي أنتوا تشوفوا المنظر ده شوف كده أنا بعمل إيه؟ سمعين الصوت ملح أو ملح فزمان كانوا بيستعملوا المانجروف في أنهم يجمعوا الملح عشان يحطوه في الأكل فكانوا زمان يقول لك إيه إحنا منطلع من سبعة طن منجروف واحد طن ملح وملح حلو يعني مش وحش لا فيه بقى نعمل ملحات ولا عايزين حاجة أنا محتاجة كده هو النبات بيطلع عليك على السطح السفلي ملح تمام؟ طيب الشجر الخشب بتاعه من استعمله في بناء المنازل من استعمله في تسقيف المنزل من فوق بس استعمله في صناعة المراكب الأحجام الكبيرة استعمله في صناعة المراكب طيب في بعض الناس بقى يقول لك إيه؟ يعني الناس برضو اللي هي متعودة على الحياة في المنطقة الساحلية بياختوا الخشب بتاعه ويكسروه عشان يعملوا عليه الأكل يعملوا عليه الشوي الكلامة كله الريحة بتاعه الخشب لما بيتحرق بيبقى راحته جميلة وعطرية في المكان فالنبات ليه فوايق كتيرة فيه برضو معلومة فيه ان المنطقة اللي بيبقى مزروع فيها المنجروف بمرور الوقت والسنين بيحصل فيها تسقط في الأمطار يعني بيغير لك المناخ في المنطقة أول حاجة انت بياخد مية البحر يفلطرها يطلع علينا بخار المية اللي مفيش ملوح يطلع في السماء يتكسف ينزل أمطار حكا تانيا ياخد من السماء ومن الجو العوالق الغبار وكلام تلك كله وفي نفس الوقت ياخد ايه أكبر حاجة هونهم معمرين يوجعوا أزهنة بيها سب الأزون اللي احتباس الحرارة القرى الأرضية فيها حرارة عالية القرى الأرضية الحرارة عالية بتزاوب الجليد بتاع المحيط الكرة الكتبية الجنوبية فبالتالي احنا داخلين في مرحلة خطر احنا بعد 100 سنة القرى الأرضية تختفي ونقعد نسمع أقويل كتيرة المنجروف بيساعد على امتصاص كميات رهيبة من سانوكسيد الكربون وبيطلع أكسوجين فبالتالي بيعالج موضوع الاحتباس الحراري فالدول الخليجية مشهورة بالبترول فبيبقى فيه تلوثات جوية فزراعة المنجروف من الأماكن من النباتات اللي احنا بتساعد على موضوع ده فبارتو أعرف ان هو في مناطق في أسيا بيزراعوا بارتو عشان نفس الموضوع ده بيعالجوا موضوع الاحتباس الحراري بزراعة المنجروف مشروع قومي مشروع جميل مش مكلف الزراعة بتاعته عن طريق البزرة والبزرة فيها خاصية اسمها فيفيبري فيفيبري اللي هي القامي اللي هو البزرة بتنبت على النبات وتطلع الجزر على النبات وتسقط وهي مجدرة المية تاخدها مادة وجزر مادة وجزر لغاية لما يلاقي مكان أرطي كده هادية ترقط البزرة وتكبر يطلع علينا المنجروف بعد كده طيب معلومة تانية المنجروف ساعد ليه بيعمل الحركة دي ان اي بزرق عايز اكسوجين وعايز تباتل هواء ما يباش في كاتمة في مرحلة تكوين الجزر فعشان كده هو عنده حيلة يعمل لك الخاصية دي عشان يطلع الجدر فلما ينزل يبقى خلاص حتى مرحلة الخطر دي طيب النبات الواحد بيت كميات كبيرة من البزور والنباتات بيتتي كميات كبيرة بس نظرا لموتوع الانتخاب اللي ربنا حطه سبحانه وتعالى فيه النباتات في العالم بيبقى البقاء للأقوى البقاء للأصلح فالبزرق اللي بتنزل وتنبت بتبقى هي القوية الطعيف بخلاص بيروح في البحر وانته طيب النبات بقى لما يرزع في الأرض ويكبر ويبقى تمام انا بكلمكم وعايز اخلص قبل ما البحر يهجم علي البحر لو جي علي هنغرق بيطلع كزور من تحت الأرض هورها لكو تلوقتي الكزور تي فيتت ان هو بياخد الأكسوجين في وقت الجزر انه وقت المدي خلاص بقى جوه البحر مفيش في الأرض أكسوجين لما يحصل الجزر وتبعت المية يحصل ايه التبادل بقى خلاص بياخد الأكسوجين بتاعي تمام الجدر عشان تفهمه الجدر النبات فوق بياخد سينوكسيت الكربون والجدر بياخد أكسوجين في وقت الجزر افهموا القصة دي احنا قلنا حلقة النهارة حلقة علمية في الفيليبين بيستعملوا منجروف لو تسمعوا عن حكا اسمها الفيسكوز نوع من انواع النسيج بيستعملوا احنا كلنا بنستعملوا الفيسكوز تا بيطلعوا منين؟ من المنجروف او الكرم او الشورى فتي برته معلومة لكم فلي برته بيدخل في الصناعات بيدخل في الدباغة بيطلعوا منه التنينات تمام؟ فبيطلعوا منه حكات كتيرة استسمار ببلاش فرسلتي للحكام رسلتي للمحافظين اللي هو المحافظ بتاع المدينة مش المحافظ اللي بيقعد يقرأ القرآن ويصلي المحافظين تمام؟ اتمنى تكون حلقة النهاردة حلقة مفيدة لكم الخشب بتاع لون رمادي بيوصل الارتفاع النبات من 3 ل 8 متر مكان جميل للطيور للسروة السماكية للاحياء البحرية اوريكوا تلوقتي مع بعض موضوع الكزور اللي بتطلع من التربة تمام؟ قاتي النباتة هو قاتي الكزور اللي بكلمكم عليها قاتي الارض تمام؟ شايف سمع الصوت؟ فيه مية قاتي الكزور اهي ده الجزر شايف المنظر؟ تلشجرة اهي؟ وامطلع الكزور من الارض بالمنظر ده اوريكوا بارتو منظر عام قاتي البحر في وقت الجزر تمام؟ شايفين معايا؟ قاتي الكزور بتاعة النباتات طلع بالمنظر الشكل الجميل ده فاتمنى تكون حلقة النهاردة حلقة مفيدة لكم جميعا عارفنا نبات من النباتات المنتشرة في العالم وفي الوطن العربي واتمنى تكون حلقة مفيدة لكم مع ألف السلامة ترجمة نانسي قنقر